وباش نفصله كتر مع بعض حول موضوع التشغير على مواقع التواصل الاجتماعي نستضيفه مع بعض الأستاذ من طيفور محمد صباح الخير ومحبا بيك معنا أهلا وسهلا صباح الأنوار عليكم على المشاهدين الأكار شكرا لك أستاذ كيف حوالك في هذا الصباح واش تقول للجمهور صباحي؟ حمد لله يوم موافق إن شاء الله شكرا يوم موافق لي كذلك وإياكم إن شاء الله كل مشاهدين أكار إن شاء الله يا ربي نبدأ الموضوع علينا أستاذ حول التشغير على مواقع التواصل الاجتماعي أكيد هذا التشغير يأخذ أشكال وأشكال كثيرة لو تحددها ربما في نقاط محدودة أكيد بعد صوت السلام على صوري الكريم بارك الله فيكم على اختيار جميل هذا الموضوع أكيد طبيعة الحال أنا لا أخفلكم أن الشارع الجزائري أو المواطن الجزائري تأثر بالمد التكنولوجيا الرهيب والطورة التكنولوجية التي تساير الذي يسايرها العالم بطبيعة الحال وعلى غير منصة التواصل الاجتماعي التي أضحط حديث الساعة هذا لا بد من مسايرة هذا التطور التكنولوجي بإيجابيته لا بسربيته هذا من هنا موضوعكم الحالي وموضوع السعالة وهو تشهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يعاني منه الكثير ويعاني منه كثير من الناس يعني كثير من الناس كثير من طبقات سواء الطبقة المتقفة حتى إلى الطبقة البسيطة من صحفي للمحامل للقاضي للممثل يعني كل فئة المجتمع كل فئة المجتمع يمسى هذا التشهر هذا بتعدي المشارع الجزائري في هذه الحالة تصدى لهذه الظاهرة وتصدى لهذه الجريمة اللي يعتبرها جريمة وجنحة يعني أكيد رايح نتصل فيها يعني في الموضوع ربما يعني قلنا في البداية تأخذ أشكال كثيرة هذا التشهير يعني ربما سب قد شتم وغيرها من الأشياء يعني كلها سلبية على مواقع التواصل الاجتماعي خصوصا في الفيسبوك أكيد أكيد هذا ما قلت لك خلاها تأخذ العديد من النواحي قلت لك مثلا سب شتم تشهير قدف العديد من الأمور اللي تخلي حرمة الحياة الخاصة للإنسان تعه أنت ما يخفى لك أختي كريمة أنه كيت تعدى على ذلك وم الشخصة كيتعديتي على عائلته هذا الشخص عنده اسم عنده لاقب عنده شهرة العائلته عندها لاقب يعني كيت تعدى على ذلك وم الشخص ما تعديتش عليه في حد ذاته هو تعديت على كل عائلته تعديت على كل محيطه بتالي بتعدي هناك ماذا مساس بحرمة الحياة الشخصية لهذا الشخص من جهة ومساس بماذا بحرمة عائلته يعني هذا يعتبر هذا الجنح هذه تعتبر امتداد هذا الشهير هذا ما يمتد شغال الشخص وما ما ينضر شغال هو معنويا ينضر هو والموحيب تعه والعائلته تعه والأقارب حتى يحسره منبوذ اجتماعيا ومما يؤدي إلى العزلة الاجتماعية بارك الله فيك نعم هذا خل العديد من الأشخاص يعني دعيني أقول ليس هنا في الجزائر لموصلتش هذه الحدة لكن تسمعوا أشخاص انتحروا نتيجة هذا تشهير إحباط معنويا كبير يعني بالله عليك يوصلوا الحياة العاطفية تاك حياة شخصية يلتقطوا صور لك بدون إدنك يوصلوا الواحد المواصل يعني لا يرضى هاي إنسان ما فهم هذا نتيجة استعمال سلبي لمدال هذا المواقع التواصل الاجتماعي على غير الإنستغرام على غير المواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك يعني هنا لك العديد من المسائل اللي عالجها القضاء يوميا ومئات القضاء يولد يعني أقول آلاف القضاء على مستوى التراب الوطع على مستوى 58 وإلى تعالدها المجلس والمحاكم القضائي نعم طيب أستاذ يعني متى نقول عن القضية أنها تشعير يعني باش نوضح المشاهد الكريم ونضح لك الأخت الكريمة واش حبي يقول التشعير التشعير هو مدى هو الذكر ما فيك من عيوب حنا الموضوع تعاني اليوم التشعير في مواقع تواصل الاجتماعي نعم التشعير في مواقع تواصل الاجتماعي يعني رك تعديت على مدى تعديت على حرمة شخص ما نعم على مواقع تواصل الاجتماعي اذكرت له سلبياته اذكرت له حياته شخصية التقبت له صورة بغير إدنيه وفي غير محل يعني في غير محلها دعيني أقول يعني يكون قاعد في مكان ما ممثل أو صحفي أو أي إن كان قلتلك على اختلاف طبقات على اختلاف الصيفات دعيني أقول يعني يكون قاعد في مكان ما حميمي أو عاطفي أو في مكان خاص أنت تتقطي صورة بغرض ماذا بغرض ماذا الأخت الكاني من المشاهد الكاني بغرض الدراري به بغرض شويه سمعته بغرض الوصول الى امر ما هدعو نجيكم بعدين الى الغاية من التشهير ممكن في في غالب الاحيان يكون مصاحب تشهير صاحب الابتزاز يعني انا صورك في وضع اياما ونقول لك احنا نحطها في موقع التواصل الاجتماعي بارك الله فيك نقول لك انا احنا نحطها لو كان ما تعطينيش المبلغ الفولاني ولو كان ما تقدمنيش الخدمة الفولانية ولو كان ما تدري ليش كيكون الامر متعلق بمراءة ما تدري ليش الامر الفولاني راح نحطك على المصطر ننشر صور ديالك وغير هم الأشياء سلوية هناك تطورات كبيرة وكبيرة جدا في المجال هذا تشهير على مستوى موقع التواصل الاجتماعي هذا ما ادى بماذا هذا ما ادى الى تصدي المشارع الجزائر ومسايرته لماذا بمسايرته لتطورة التكنولوجية التي تحدد في الجزائر واستصدار ماذا كانت هناك مواد تعلق بالتشهير طريقة عادية تشهير تقليدي تعالج المحاكم لكن ماذا الآن استصدار اولا دعيني اقول شرع ماذا شرع المادة 303 مكرر من قانون العقوبات اللي تعاقب هؤلاء الاشخاص الذين يشهرون نعم اشرت الى نقطة مهمة انه هل تشهير ربما كان قبل هذا الثورة التكنولوجية اما تغير المفهوم دياله الآن اكيد مع شوفي كان تشهير مع التطور اكيد احي تغير اكيد كان تشهير تقليدي تشهير تقليدي يعني انا نسئل الصمعة تاعك يعني للعوام مثلا في الحي تاعك ولا في مقر العامل تاعك ولا الان ماذا اصبح التشهير دعيني اقول ممكن يحدود في الجزائر يصبح عالمي خصوصا اذا كان ذلك الشخص مشهور يعني مفهوم كان تشهير يعني شخصيات المشهورة اكيد اح تتعرض لكل هاد الانتزازات التشهيرات اللي اكيد اكيد طبيعة الحال يعني احنا ركوا تشوفوا في المنصة التواصل الاجتماع على غير الفيسبوك يعني تشوفوا تأثير تلكم ذلكم تشهير تأثير تاعوا رح يتعدى الحدود يتعدى دعيني اقول القارات يعني توصل قضيانات تلقيها في مثلا في اي بلاد ما تقتصرش على البلدان العربية تلقى تروح مفهوم انه خضاء واسع ما عندوش حدود هذا ما يسمى بالعولامة وعندما لا تستعمل العولامة في اطارها المحدد يعني تستعمل في اطار ما هذا في الاطار السلبي مفهوم هذا من جهة قلتلك نرجعوا المشارع الجزائري نعم والدكاء تعوموا سيرتوا للامر الواقع ومسيرتوا لهذا التشهير على مستوى التواصل الاجتماعي ومواقع التواصل الاجتماعي يعني اقول يعني قلتلك استصدر وشرع المادة تلتمية وثلاثة مكرر واحد اللي يتعاقب كل من يشاهر او يلتقت صور بدون ادني صاحبها وفي اي يعني نعم على ذكر يعني العقوبات استاذ هل التشهير يعتبر جريمة وفي حالة لا يعني وش نقدر نقوله عليها اكيد طبيعة الحال يعتبر جريمة وجنحة قلتلك المادة تلتمية وثلاثة ووضحت ذلك قلتلك يعاقب بالحبس من ست اشهر الى تلت سنوات كل من تقطع صور بدون ادني صاحبها كل من شهره بفلان يعني وغرامة مالية في حدود 50 الف يعني 5 ملايين سنتيم الى 30 مليون سنتيم يعني مفهوم يعني نتيجة مادة يعني حتكون عقوبات مالية كذلك تكون عقوبات مالية بطبيعة الحال تكون الحبس من جهة ويكون إذا تعدى هذا الشخص حدوده بطريقة أنا جايين في الحديث المسترسل تعنا إذا تعدى ذلك الشخص الحدود تعه ومشاف ابتزاز ومشاف أمور أخرى يعني يعني أكيد القاضي رح يتصداله قاضي تصداله بالحبس طبيعة الحال هذا ما خلاش الأمر يحبس عند حده وخلى الأمر ممكن القاضي يحكم عليه بعقوبة مالية وغرامة مالية يعني يعني هناك من يمشي تشهره وصاحبه الابتزاز وصاحبه العنف وصاحبه كل أشكال يعني الابتزاز نعم طيب نعطيك لو نعطيك يعني مثال صغير أو قضية صغيرة نحلوها مع بعض في هذا الصباح يعني ربما لو كين ثنين كين صرابيناتهم عفوا خصام والأول صور الثاني ذر له فيديو وقدمه للعدالة هل العدالة تقبل هذاك الفيديو وتعتبر ربما دليل على هذاك الموقف اللي كانوا في على هذاك الشجار لصرابيناتهم أم لا أكيد شوفي مؤخرا أنه لا كنت تابعوا في الموقع التواصل الاجتماعي أصبح هذه الفيديوهات التي توتق ماذا توتق عمليات دعني أقول السريقة أو القتل أو ما شابه ذلكم أصبحت لها يعني طابع إيجابي في المجتمع الجزائر هذا من جهة ما من ناحية الإجرائية التي قلت عليها مثلا أنه عنده صورة وبتزة بها أو شهرة بها أو فيديو أو ما شابه ذلك يا سهلة الإجراءات بسيطة جدا وفق المادة 303 في الإجراءات يعني اللي يقوم بها سيد يعني لهذا الإنسان اللي دعني يقول شهرة به وبتزة به يعني يقوم بماذا يقوم بنسخ أنا نحكو على موقع توصول إشنا النخ نسخ نسخ الفيديو أو المحادثة التي سكنينشوت أو قبط أو تصوير المحادثة أو تصوير هذا الفيديو هذا يقوم بتصويره ويقوم كذلك بتصوير الحساب تعلق الشخص الذي شهر يعني شهر به أو بتزاه يقوم بنسخ البروفايل ويقوم بنسخ المحادثة أو الفيديو ويقدمها للعدالة ويقدمها إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا مثلا الشخصية تكون في جزائر العاصمة في المكان فلاني يقدمها مقر إقامته محكمة مقر نعم لكن في حالة لو يعني خداها ذاك الفيديو وحطوا على مواقع التواصل الاجتماعي باش ياخد حقه فقط ويوصل الفيديو إلى العدالة هل هذا شي يعتبر تشهير أم لا أكيد طبيعة الحال أكيد طبيعة الحال القانون هنا ما يحميك شو في الأخت الكريمة كان أمور ندير وها احنا بدون علم بدون دراية بالقانون والقانون لا يحمي المغفلين طبيعة الحال عندك شي عندك أمر بينك وبين شخص ما ما يتعد أنه تشهر به يحل الأمر ويدين معاه إذا عندك دليل مادي يتبت أنه هناك أمر بينك بينه أموال بيناتكم أمر بيناتكم نحصره كثير من الأشياء تحصن نتيجة الخلافات المالية يقولون نقوم بنشر لحدي تاعك ولا نقوم مفهوم يعني هنا هذا القانون لا يحمي المغفلين وأصبح المظلم الذي عنده مظلم عند شخص هو الظالم نتيجة نشره تلك المحادثة لكن لو لم ينشر هذه المحادثة وقدمها إلى العدالة وقدمها الوكيل الجمهوري هذا شي عادي سأخذ به بطبيعة الحال كدليل دعني أقول حسب كل حال حسب مقتضايات كل حال لن نخرج على موضوعنا الحالي نكمل هنا يقوم الشخص المشتكي بإرفاق صورة البروفايل المحادثة أو الفيديو كما تفضل دعون قلتي ويقوم بإرسال شكوى يحط شكوى لدى وكيل جمهوري المختص وكيل الجمهورية بدوره ماذا يرسل دعني أقول أدلة ومشبه دلكم يقوم بإرسالها إلى الشرطة الشرطة في حد ذاتها ماذا تقوم بإرسالها الشرطة العلمية المختص هنا نفتح واحد الدفر وننور المشاهد أنا أقول لك حتى إذا كان مصدر ذلكم الفيديو ولا مصدر ذلكم المحادثة ولا يقوم بها حساب مجهول ونحن نعرف الحسابات المجهولة في الجزائر أولوفات ولا دعني أقول الملايين لغارة تحماد الإبتزاز ومشابه ذلكم الحمد لله قلت لك عدنا في الجزائر الشرطة العلمية ومشابه ذلكم تقوم بخدمتها وعدنا من أحسن دعني أقول في المجل للشرطة العلمية من أحسن يعني طواقم العلمية عدنا في الجزائر مختصين في المجال يقوموا بفك يعني الحسابات هذه والوهمية ويقوموا بالوصول إلى المحتوى أكيد طبيعة الحال يوصلوا لذلكم الشخص يعني نتيجة مدى مسائل الجزائر لها تطور التكنولوجيا ضعيب وكل من يستعمل كل من تسوي له استعمال هذه الوسائل التكنولوجية في غير محلها يتصدى لها المشاهدة الجزائر يعني أين المقر رضا ما ننوه المشاهدة ونوجههم كذلك لو يتعرض لإبتزاز إلكتروني وين يقدر يروح يدفع الشكوى دائما قلت لك فيما قر إقامته يروح يشوف وكيل جمهورية المختص فيما قر إقامته يفسر له الحديثة إذا كان أنا قلت له يرفق الملف بشكوى الشكوى تضم فيها دليل فيها دليل اللي هو قابتو ديكرون أو فيديو أو ما شبه دليل ويقوم بشكوى والإجراءات وكل جمهورية هو يقوم باللازم نعم طيب نروح إلى نقطة أخرى دايما على مواقع التواصل الاجتماعي قرصنة الحسابات ما هي جريمة المقرصن لحسابات على السوشال يعني هنا 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 تعني يقول الغرض من وراء قرصناته لحساب ما لحسابك لحسابي الغرض ماذا إلحاق الضرر إلحاق الضرر هذا بطبيعة الحال وغالبا دايما يقول ما يتم قرصنة حساب شخص ما ويتبعوا ماذا يتبعوا ماذا يتبعوا نشر منشورات دايما يقول غير أخلاقية نشر منشورات تدل على الكراهية ولا حقد ولا ما شبه هذا لكم هنا طبيعة الحال يتصدى المشارجة زي ويعاقب في طبيعة الحال في هذا الأمر هذا حسب ماذا حسب نتيجة الضرر الذي لاحقه بذلك وشخص ميخفى لك أنه الضرر المعنوي لأننا نحكو عليه في التشهير في المواقع تواصل الاجتماعي هذا موضوعنا الحالي الضرر المعنوي تعه أكبر من الضرر المادي الدرر الذي يوصلك ويوصل عائلتك ويوصل موحيدتك يعني أقول أكبر من أي ضررر مادي ما يعودك أيما تعويض لهذا الذي قام بنتيجة تشهير يقوم بتعويضك أي تعويض ماوش يرجع لك تلكم العزة بالنفس ولا تلكم تيقى بالنفس ولا تلكم يعني ماوش دار ماوش يعودك الآثار اللي ترتبت المعنوي نعم طيب نرجع إلى نقطة مهمة المؤثرين على مواقع تواصل الاجتماعي وحتى المشاهير ربما في بعض الأحيان تصل لهم حملات يولوا ضدهم يخرجوا صور موسيئة لهم تعليقات سلبية حالة تقدر توصل إلى ذلك الشخص اللي ربما شوها عفوا بصورة ذلك المؤثر أو المشهور هكذا طبيعة الحال هذا ينضام ينضوي تحت مادة تحت تشهير والمشارع الجزائرية تصدى ويوصل إلى المادة المصدر اللي كان وراء أول إشاعة ولأول تشويه ولأول تشهير يوصل له ويوصل المصدر الأول تاعه وطلق حمد الله دولة جزائرية ولا غير الشرطة العلمية تخدم في خدمتها ماذا يتطلب الوقت ربما يعني يتطلب وقت يتطلب وقت يتطلب وقت أشهر دعني أقول أشهر ولا أعوام لكن حين يوصلوا المصدر تحت تشهير يوصلوا المصدر الرئيسي له حتى لو كان ذلكم الشخص يرتكب تلكم الجريمة هنا في التراب الوطني أو خارجهم وحتى وإن كان صاحب حساب معلوم أو صاحب حساب مجهول يوصلوا له بعد أشهر ولا بعد عام وعام يوصلوا له يعني ماذا يعني أنا قلت لك كيف بدنا الموضوع وقلت لك بارك الله وفيكم على الانتقاء هذا النوع ينور المشاهد الكريم ينور كل طبقات المجتمع يعني هذا الموضوع هذا هو حديث ساعة هذا الموضوع لا بد من تنوير الرأي العام فيه لابد من مدى هناك أشخاص يقوموا بهذا الشيار بدون قصد ويسألهم القانون ويسألهم مشاريع الجزائري من بينها ربما نشر صور شخصية مثلاً لي يفتح بيام حسابات بدون إدن طبيعة الحال هذا ينضوي تحت هذه الجنحة هذه الجريمة أنا ما قلت لك ما جيت شاورتني قلت لي يا أخي نحط الصور الفلانية ولا أنا من حقي أني كحيات حق خاصة يحميها المشاريع الجزائري كحرمة حياة شخصية كحرمة اسم علق بتاعي ومحيطي وعائلتي ما نسمح لك أنه خصوصاً إذا كان نعرف إحنا تقاليد التعنى الجزائرية وما شبه ذلكم خصوصاً المرأة لنعتبرها قيمة تابتة في المجتمع الجزائري يعني ما خليك تحط صورة أختي ولا صورة أمي ولا صورة الزوجتين في بعض الأحيان بدون إذن يعني صوروك مثلاً في الشارع أو في الحر أو ميها هذا تسأل عليه قانوناً تسأل عليه قانوناً المدة 303 مكرر واحد تقول التقاط كل من التقط صور بدون صور أو فيديوهات أو ما شبه بدون إذن صحيبها يعني المدة 303 مكرر من قرار العقوبة مادة واضحة وضع الشمس نعم طيب لو نفترض أنه فيديو أو صورة خصوصاً الفيديوهات يعني مشات على مواقع التواصل الاجتماعي انتشرت بسرعة هل يمكن للإنسان ربما والشخص اللي تم نشر الفيديوهات يطالب بأنهم يمحوا كل تلك الفيديوهات وهل يستطيع نعم وصول مصدر الفيديوهات وصراو العديد من القصص وكانت نحاو الفيديوهات هدوما وبالعاميات سنية لهم قبل فيسبوك في حديدته منصة فيسبوك تلقى أنه بعض الفيديوهات قام بحضرها تبليغ عليها نعم نتيجة ماذا نتيجة أنها تعد تشهير بفلان أو علا نعم طيب ربما أستاذ هناك نقطة مهمة أنت ما شاء الله عليك محامي أستاذ تجزو عليك حالات كثيرة في هذا الموضوع موضوع التشهير وشنوما أغرب الحالات اللي سمعتهم في هذا ليس هنا لك أغرب حالات يعني لا هنا لك حالات يعني 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 حالة عاطفية يكون شخص مع حبيبته أو مع خطيبته يعني أقول يكون معها في علاقة ما هي تكون في دائرة في بلها أنه علاقة ستمتد للزواج لكن بعد هذا تلقى بطبيعة الحال يتخلل هذه الخطوبة أو هذا الأمر هذا تخلوا ماذا يرسل صور تقوم بإرسل صور حميمية أو ما شاب هذا لي يقوم اللي ما تقدر ترسل ها للشخص آخر أو للعوام يعني هذا الشخص هدا يكون خاطبها على سنة الله وعلى سور يعني هنا سيقوم بابتزازها ويقول هلو كان ما دي الشيء فلاني وشيء علاني سوف أقوم بنشر تلك الصور والتشهير بيكي على مستوى التواصل الاجتماعي يعني قطلك التشهير في بعض الحالات يمتد إلى ماذا يمتد إلى ابتزاز هذا هذا يعني دعني أقول بمعدم القضايا اللي تمر علينا في المحاكم هدهية يقوم بابتزازها عن طريق صورها يعني يقول لك خطيبة أنا جلست علي قضية تعه واحد خطيب وحدة قام بالتشهير بها على مستوى المحاولة التشهير بها على مستوى موقع تواصل الاجتماعي يعني ما كانش مشاهرش بها محاولة التشهير يعني وكانت ماذا قال لش قلتلك الخطيبة هذه كانت عندها الجرأة والقوة وشجاعة لأنه ما يخفى لك شأنه مجتمع محافظ أكيد نعم باش تبلغي على أمر كهذا صعب صعب جدا يعني هنا خلاها تقوم برفع الشكوى ضد هذا شخص ونحن نقول لها الجزاء تعال مفهوم يعني هذه مجمل القضايا اللي تمر علينا مجمل القضايا لعالجها والمحاكم الجزائرية بالمناسبة تعج بهذه القضايا تعج حتى الصحاب بينتهم تلقي دعني يقول صحابات ما في ما بينهم يبتزون بعضهم تلقي تصورك خفية عنك وبدون إذنك وتقوم باستعمال تلكم صور في فتح حسابات أخرى باش تسيء السمعتك بارك انتقاما منك ستولة كنتي نجح في مجال ما ولا كنتي مؤترة ما ولا كنتي خصوصا المجال تعكم تصحافة أو التمثيل أو هات المجالات اللي فيها شهرة ما وفيها يعني نظرة العامة على المجتمع عليها فيها جمهور بارك الله في كي يستعملون هذا يقوم بإنشاء الحسابات الوهمية باش توصل وتقوم بالإساءة لك والإساءة لعائلتك والشخصك والإساءة لزوجك وما شابه هذا بطبيعة الحالة نعم طيب في الأخير أستاذ وش تقول للجمهور أو الناس لم يشوفوا فينا الآن يوم صري لهم هذه المشاكل صرت لهم ربما قضايا كثيرة في هذا الموضوع وخيفين توجهوا إلى العدالة لا ليس هناك خوف من توجه العدالة أولا ننوجه رسالة للأشخاص لي ما عندهم شعلم علم بأنه هناك قانون قانون يعاقب على التشهير على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي هناك مادة ومشارعة جزائية تصدى لهذا الأمر في المادات المئة وثلاثة مكرر بدون حديث عن حيتياتها الأمر الثاني أنا نقول لهذا الأشخاص اللي تعرضوا للتشهير على مواقع التواصل الاجتماعي نقول لهم ما تخلوش الناس تتمادى في حياتكم الشخصية ما تخلوش الحرمة لحياة الشخصية عندكم عائلة عندكم أبناء عندكم زوجة عندكم يعني موحيد تعكم ما تخلوش هذه الشخصة تعد حدوده ويمشي الابتزاز معكم قوموا بالتبليغ والعدالة الجزائرية والشورطة الجزائرية راي تقوم بالعمل تحق أي معام نعم أكيد ما عندنا الشك في العدالة الجزائرية إن شاء الله تكون وصلت المعلومة لكم أنتم مشاهدين إن شاء الله تأخذوا بالنصايح لقدمهنا الأستاذ بنت فور محمد شكرا لك على كل هذه التفاصيل العفو إن شاء الله يكونوا في دناء أيام إفادة ونورنا مشاهد الجزائر المشاهد الكريم على القناة تاعكم الكريمة نورنا أيام تنوير إن شاء الله في المجال القانوني إن شاء الله يا ربي شكرا